طيب أبدأ معك أستاذ سعيد إبراهيم الجماني حين يصف وزير الخارجية الصحراوي سيداتي قرر الحكومة الفرصية بشأن الصحراء الغربية بأنه موقف عدائي خطير كذلك حين يصفه بأنه دعم مفضوح من باريس لاحتلال وحشي وغير قانوني للصحراء الغربية ماذا يعني هذا برأيك؟ هذا يعني أن فرنسا مرة أخرى تؤكد أنها طرف كانت منذ الوهل الأولى في النزاع في الصحراء القربية نعرف جيدا أن فرنسا كانت وراء الضغط على إسبانيا في سنة 1975 من أجل فرض اتفاقية مادريد وتقسيم الصحراء القربية بعد الاستعمار تؤكد مرة أخرى فرنسا أنها طرف مباشر بعد مشاركة الطيران الفرنسي بشكل مباشر في سنة 1977 في الاعتداء على الشعب الصحراوي مرة أخرى فرنسا ليست الأول مرة تعبر عن هذا الموقف مما يتعلق بالحكم الذاتي الميت منذ الولادة أن فرنسا مرة أخرى تؤكد لنا هذا الموقف وهذا ليس مفاجئ بالنسبة لنا تماما لكن ما يؤسف في الموضوع هو أن فرنسا التي تتقنى بالحريات وبحقوق الإنسان وكونها عضو دائم في مجلس الأمن وطرف فيما يسمى بين قوسين بأصدقاء الصحراء الغربية هذا حقيقة منافي هذا القرار هو ينافي تماما كل هذه المساعد الدولية التي كانت فرنسا دائما جزء منها ترجمة نانسي قنقر